هذه أبرز العنوين المدير الكرة في نادي العينة الإماراتية يحسن في رحيل الدولي المغربي صفيان رحيمي إلى صفوف الدورية السعودية وهذا ما قالها منتخب عربي كبير يقرر التعاقد مع المؤطار الوطني المغربي طريق السكشوي بعد إنجازه الكبير في أولمبيادي باريس إيجابية عينة المخدرة لأحمد فتوح بعد وقعة تسببه في وفاة شرط ودهسه بسيارتها تقارير الوداد الرياضي يقرر التعاقد مع مهاجم الزمالك المصري في التفاصيل قبل ما نبدأ لا تنسى تشارك معنا في القناة وتفعل جرس لكي وصلك دائما أخبار المغرب فالندى أحمد شمسي المدير الكرة بنادي العين الإماراتية كل التقارير الإعلامية التي أكدت توصل إدارة ناديه بعرض من صفوف نادي اتحاد جد السعودي لضم المهاجم المغربي صفيان رحيمي في المركات الصيفية الجاري قال شمسي في تصريحات إعلامية ما يقال عن صفيان رحيمي ورحيله إلى الدورية السعودي ما هو إلا اجتهادات إعلامية فقط واللعب ملتزم بتعاقده مع النادي الإماراتي حيث أضاف صفيان رحيمي مرتبط بعقد مع العين الإماراتي ومن السابق جدا للحديث عن مستقبله مع الفريق أحرز النجم المغربي صفيان رحيمي مع العين الإماراتي 13 هدفا في دوري أبطال ياسيا كما صنع ستة أهداف آخرين ويرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2025 هدى ونال الدولي المغربي يوم أمس جائزة أفضل لعب من اختيار الجمهور خلال احتفاله بجوائز رابطة المحترفين في الدورية الإماراتي للموسم الريادي 2023-2024 كشفت التقارير الإعلامية أن اتحاد السوري لكرة القدم يسعى للتعاقد مع الإطار الوطني المغربي طارق السكتيوي لقيادة المنتخب السوري الأول في المسابقات القادمة يأتي هذا الاهتمام بعض الانجاز التاريخي الذي حققه طارق السكتيوي مع المنتخب الوطني المغربي الأولمبي الأقلي من 23 سنة في طورة للعب الصيفية بباريس 2024 حيث قاد الأشبال لاحتلال المركز الثالث في المسابقة أكدت التقارير ذاتها أن الاتحاد السوري قد استقر على اختيار السكتيوي ويحاول حاليا التواصل معه لتقديم عرض رسمي من المتوقع أن يتواصل مسؤولي الاتحاد السوري مع السكتيوي يوم غادر الاثنين بأدف تقديم عرض رسمي ومناقشة الشروط المالية للمدربة المغربية يذكر أن طارق السكتيوي قد حقق إنجازات اللافتة مع المنتخب الوطني المغربي الأولمبي في باريس 2024 مما جعله محطة أنظار العديد من الاحتحادات الكروية على المستويه القري والإقليمي جاءت نتيجة التحليل الخاصة بالمخدرات لأحمد فتوح لعب الأهلية المصري إيجابية بعد دهسه أحد أفراد الشوطة المصرية بسيارتها بيّن التحليل الخاص الذي خضع له أحمد فتوح لعب الأهل المصري تناوله لمخدر القنب أي الحشيشة في حين جاءت نتيجة التحليل السلبية فيما يخص عققير الهروين والموفين الترامادور وبعض الأدوية والعققير الأخرى تعود في وصول الحادثة حين كان أحمد فتوح رفقة زميله في زمالك المصري محمد صبحي في طريقهما إلى مدينة العلمين لقضاء إجازة قسيرة بعد قرار الجهاز الفني للفريق بمنحه فترة راحة خلال الفترة المقبلة كان أحمد فتوح يقود السيارة وبجواره زميله في الفريق الزمالك صبحي إلا أنهما فقد السيطرة على المركبة ما أدى إلى استضامهما بشكل عنيف بأحد رجال الشرطة المكلفين بتأمين الطريقة أصفرت الحادثة عن وفاة رجل الشرطة على الفخور فيما تم نقل اللاعبين إلى قسم الشرطة لتحقيقه في الواقع والتحفظ على السيارة في حين تم الإفراج على صبحي بسبب أن الملكية السيارة تعود إلى فتوحة ذكرت التقارير الإعلامية المصرية أن فريق الويداد الريادي يصعى للتعاقد مع الدولي الجنوب الإفريقي بيريسي طاو لعب الأهلي المصري حسب مواقع كورا بليس المصرية فإن إدارة الويداد الريادي مهتمة بالتعاقد مع طاو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تعزيز خط الهجوم تحت قيادة مواطنه رولاني مكونا أفتت المصادر ذاتها لأن الفريق الأحمر يرغب في تجديد دائما ويبحث عن اللاعبين يمتلكون التجربة والخبرة بعد رحيل العديد من الأسماء في الانتقالات الجارية ويرغب في العودة إلى سكة الانتصارات من المقرر أن يغادر بريسي طاو صفوف الأهلي بعدما بات خارج حسابة المدرب السويسري مارسيل كولر لكون الفريق يعتمد على المغربي ريدا سليما سبق للعب الجنوب الإفريقي أن حامل ألوان صفوف ساندونزا الجنوب الإفريقية وبريتون الإجليزي وكلوب روج وأندرلاغ تلبلجيكيين يشار إلى أن الودادة أبرم العديد من التعاقدات في المرحلة الانتقالات الصيفية الجارية كحارس المرمى عبدالعلي المحمدي وأيمن ديازي ومحمد مفيد وجواد خلوق ومحمد الريحي وحمز الساخي والموريطالي محسن بودا ومادة أنزل ونيول مرموق ويواجه الودادة الريادي وديان اليوم أحد النادي الإفريقي على أرضية الملعب حمادي العكربي رد السابق في إطار تحضيراته للموسم المقبل احتفى الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى بالبطالة المغربية الأولمبي سوفيان البقالي بعد تتويجه بالميدالية الدهبية في ثباق 3000 متر موانع في دورة الألعاب الأولمبي باريس 2024 أشهد الاتحاد الأفريقي في تغريد على منصة إكسا بأداء النجم المغربي الذي أصبح أول لعب عداء يحتفظ برقبه الأولمبي في هذه المسافة منذ سنة 1900 شروا على م 안녕하세요 شكرا للمشاهدة أداء النظر أداء اللعندي